اهلا بكم من جديد بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات لسباق الخيل اعلنت الهيئة عن اطلاق جوائز اوسكار السباقات بهدف تكريم اصحاب الانجازات المتميزة في كافة المجالات المرتبطة بسباقات الخيل في الدولة وتقدم الشيخ راشد بن دلموك المكتوم نائب رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات لسباق الخيل بخالص الشكر والتقدير الى اسمو الشيخ منصور بن زايد انهيان على هذه المبادرة الكريمة وما لها من اثر ايجابي كبير على تسجيع مجتمع سباقات الخيل في الدولة واضاف ان الجائزة لن تكون مواجهة فقط لفئة معينة في سباقات الخيل بل ستشمل كذلك الاعلاميين والجنود المجهولين بالاضافة الى تكريم الرعيل الاول من المؤسسين الذين لاعبوا دورا محوريا في وضع اللبنات الاولى للسباقات في الدولة